معلش يا كابتن بركات هاخد حتة من تصريح انت قلتم بارح او من يومين كابتن محمد بركات قال ايه بس هي تصريحات للأسف جات متأخرة شوية او متأخرة شويتين تلاتة كابتن بركات قال ايه فعلا اتحاد الكرة اثر في ملف استضافة نهائي دوري ابطال افريقيا قال كده بالنص وقال انا ما كانش عندي فكرة عن الموضوع خلي بالحضراتكم اللي بيقول كده مين كابتن محمد بركات عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة لما يبقى عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ما عندوش فكرة عن الجواب ده وهو جوا المجلس وهو داخل المجلس ما اسمعش عن الكلام ده غير لما حصل بعد كده لما النادي الاهلي اثار الموضوع يبقى مين اللي بيتحكم مين اللي بيدير مين المسؤول الجواب ده كلف الاهلي ضياع دوري ابطال افريقيا ومش ضياع بس لا ده فيه حاجات كتير جدا جدا وخسار كتير جدا جدا غير البطولة نفسها وممكن اعدالك في حلقة كاملة غير الخسار الأدبية لا وفيه كمان خسار مادية وقال ايه كابتن براكات برغم من ان حالة النادي الاهلي الفنية لم تكن على موران في المباراة من تكلمش عن الفني لان احنا كنا عارفين ان احنا قصرنا لكن النادي الاهلي يقدر من وجهة نظره او من وجهة نظرنا كلنا يقدر يفوز بالبطولة في اي مكان اخر زي ما كسب السنتين اللي فاتوا طيب كلامك يا كابتن براكات واعترافاتك صح 100% ماشي كلام متأخر اه متأخر بس ازاي انت عضو مجل اصدارة اتحاد كورة القدم والجواب جي وكان الرد المفروض يوم 28 فبراير وانت ما تعرفش عنه حاجة خالص لحد او بلاش انت يعني اكيد كلكم كلكم ما كنتش تعرفوا عنه حاجة خالص لحد ما النادي الاهلي اطار الموضوع ده ده معنى ايه ان المسؤول هو المدير التنفيذي الاتحاد كورة بس